أجواء ربيعية لطيفة وزخاتنا المطر المتفرقة في شمال المملكة وتقص بارد نسبياً في ساعات الليل وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع أن ترتفع بشكل طفيف درجات الحرارة يوم الغد ولكن تبقى أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام ما يقارب 3 إلى 5 درجات مئوية وأن نشاهد التفاصيل هنا مع خراء الدرجات الحرارة تبقى الأجواء الربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة من يوم الغد إن شاء الله هناك فرص لزخات من الأمطار تكون محدودة على المناطق الشمالية من المملكة خلال ساعات النهار من يوم الغد تعالى أن تتراجع هذه الفرص مع ساعات الليل من يوم الغد لتميد درجات الحرارة للبرودة في ساعات الليل في هذه الليلة وفي العاصمة عمان درجات الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية والأجواء صافية وسرعة الرياح تصل إلى 12 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة من يوم الغد 19 إلى 11 درجة مئوية ارتفاع مع يوم الثلاثاء لتصل إلى 22 درجة في ساعات النهار ودرجات الحرارة الصغرى إلى 13 درجة مئوية ويوم الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة في ساعات النهار و19 درجة في ساعات الليل في العاصمة عمان ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد ودرجات الحرارة المتوقعة فرص لزخاتنا الأمطار 24 إلى 13 درجة في إربد في المفرد 23 إلى 12 في جراش 23 إلى 13 أيضا فرص لزخاتنا الأمطار في عجلون من 22 إلى 12 درجة مئويا في العاصمة عمان 19 إلى 11 في زرقاء 23 إلى 13 في البلقاء 20 إلى 11 في مادبة 19 إلى 12 وفي البحر الميت 29 إلى 20 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى في الكرك 21 إلى 11 وفي الطفيلة 20 إلى 11 وفي معان 22 إلى 13 في جبال الشراء 17 إلى 10 في العقبة 30 إلى 20 درجة مئوية وأخيرا في المناطق الشرقية رويشة 27 إلى 15 في الصفاوي 26 إلى 15 وأخيرا في الأزرق 26 إلى 14 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصر العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة تمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة